ملوك صناع الجمال اول مرضى هيكون ضيف معنا الاستاذ عمد سليمان اهلا بحضرتك استاذ عمد نورتين يا فن وكمان معنا الموهبة الفنية الاستاذ محمود عيد اهلا وسهلا استاذ محمود نورتين عايزين يا محمود النهاردة قبل ما نتكلم في اي حاجة تسمعنا صوتك نبدأ بالحلقة فضل والنبي اهموم انا نفس اوم سيبينا في حالنا ايه اللي قرلنا دي الناس علي كده بص في ما تهد شوية ايه اللعب علي حرم علي حرم علي ده اكتر علي ليه لما بافرح بتتعبني ولما باحزن بتسقفلي وهو انت ايه ايه ما ترحميني جميل جميل صوتك جميل اهل نرجع تاني للاستاذ عماد سليمان وطبعا حضرتك غني عن التعريف ولكن عشان السادة المشاهدين ومتابعينك يعرفوا الخلفية الكبيرة بتاعة مبادرة افتخر بنفسك وبعمل فضل استاذ عماد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من برنامج ملوك صناع الجمال انا بتشرف انا من فريق اعداد وصاحب فكرة وتفعيل مبادرة افتخر بنفسك وبعملك المبادرة الشبابية لكل المواهب وانضمام الاعلام الجميل المنصق الاعلامي ورئيس تحرير الاستاذ فاتن حماد ومقدمة البرنامج معنا الاستاذ عرشا اللي انا ببعط لهم كل التحيات وتأديري مختبع من خلال خمس سنين تقريباً فكرة المبادرة او مبادرة تجميلية بتخصصي التجميل بمهنة الكوفير اللي انا دايماً بتشرف بيها وهي دي اللي حاطت مكانتنا دلوقتي على صورة بتاعتنا الملوك صناع الجمال الصورة المشرفة والخمس مرة على التوالي هنعمل حفلة او افنت التجمع لكل المواهب شبابي من كل المحافظات من كل محافظة وابد مواهب فنية وعملوا مسابة التجميل ان شاء الله بنشرف لنا تكون في قناة الصحة والجمال اللي هو بيت اللي انا بتشرف بيه على مدار 28 حلقة وجودي معاهم فشرف لنا طبعاً انا بتتبع موجودي برضو مع حضرتك النهار بتضيف لأول مرة تحصل من سنتين الشرف لنا يا فندم طيب احنا كنا حابين نقول خلفية المبادرة المبادرة دي فنية احترافية صناعية تجميلية المبادرة دي بنشرحها طبعاً البرنامج تحت ولاد البلد لكل ولاد البلد افتخر بنفسك وبعملك المبادرة دي يا جماعة بتتكلم عن اكتشاف المواهب الفنية الغنائية التمثيلية المصرحية الحرافية كل المجالات حضرتك شايف نفسك انك انت متميز في مجال ما تقدر تقدم معانا طبعاً من خلال الاستاذ عماد سليمان وفريق العمل وفريق العمل طبعاً الاستاذ الموزيع المتقلقة دائماً الاستاذ رشان مصري والاستاذ فاتن حماد رئيس التحرير الاستاذ عماد نرجع طبعاً اللي ضيفنا الاستاذ محمود استاذ محمود ازاي حضرتك اكتشفت انك انت بتغني والصوتك حلو يعني والله صحابي طبعاً وجراني وأصدقائي طبعاً يكلموني كتير وقال لنك صوتك حلو وده انا كنت مع صوت منك كده قوي وطبعاً بشكرهم جداً اللي هم ساعدوني اللي انا ازهر معك فاعد مع حضرتك في برنامج الصحة والصحة والجماعة ده شرف لنا استاذ محمود ان حضرتك تكون متواجد معانا اليوم من اللي شجعك على الاستمرار في الغنى؟ يعني من اللي قالك ان الفكرة دي جميلة انت صوتك حلو غني ما تقافش كمل وبرضو في حاجة برضو حابي بنوه عنها ان الاستاذ محمود مثال يحتزى بها استاذ عماد المبادرة بتاعتنا بتكتشف المواهب دي وبتحاول تظهرها واحنا عندنا كواد المصحفين والإعلامين ان شاء الله مدعا منا طبعاً موجودين على صفحات السوشيال ميديا كل حد بتخصصه حد في تخصص التجميل في تخصص الفن في الرياضة في الثقافة مجموعة برامج هتشترك بتحت رعاية المبادرة ان شاء الله هنكون فريق عمل طبعاً من هنا بنبعت لزمائلنا الإعلامين والصحفيين يدعمونا في المبادرة يوم 7-9 فيه إفنت بسيط للمبادرة تفتخر بنفسك وبعملك في كل المجالات وفود من كل المحافظات في التجميل وفي الفن وفي الرياضة نتعرف على بعض ونحط أساس قانوني ان احنا نكون موجودين اسماً وقولاً وفعلاً أستاذ عماد طبعاً هو حاب ينوه عن فكرة المبادرة المبادرة ان شاء الله بإذن الله هيكون فيه إفنت حفلة يوم 7-9 ان شاء الله تحت رعاية برنامج مولوك صناع الجمال برنامج حكايات الأيام افتخر بنفسك وبعملك افتخر بنفسك ما توقفش كمل هتوصل ما تقولش لأ مش هينفع أنا لأ طريق زحمة مش هعرف أوصل لا هتوصل وكل مجتهد النصيب زي ما كان معنا الأستاذ محمود عيد معنا غيره وغيره وغيره المبادرة جميلة فيه كمان تكريم معنا كمان انه هيكون حاضر يا أستاذ عماد عشان ما ننساش طبعاً أصدقائنا الإعلاميين والفنانين والممثلين في كل المجالات كمان هيكون حاضر معنا صحفيين وإعلاميين في أي مجال حضرتك تقدر تتواصل معنا من خلال المبادرة بتاعتنا من خلال أستاذ عماد سليمان نرجع تاني لضيفنا الكريم الأستاذ محمود عيد نورتنا مرة تانية أستاذ محمود وطبعاً احنا ما نقدرش نحكم على صوتك فهنسيب الصوت للسادة المشاهدين هم اللي يحكموا عليك طيب أستاذ محمود ايه رأيك تسمعنا حاجة تانية طيب مش طبعاً تفضل وحشوني ليالي ليالي الحب معاك وآمن لي جارة لي ليالي كتير وانا باستناك وانت تغيرتي ليه وتغيرتي ليه وتغير كلامك فين دحكت زمان وليالي زمان وليالي زمان وخلاص يا حبيبي ماشي وعد سيبني هنا طيب يالي ماشي هتبعد كام سنة أمنتك أمانة ما تنساش هوانا آآ ولا تنسى من هنا جميل الفجر نظر طبعاً المواهب الفنية بنرحب بها وكل شباب الموجودين في محافظات نصر لو عايز يوصل ويكمل ورا حلمه ويكتهد في برامج كتير وقنوات كتير ومبادرات كتير بتحت رعاية السادة الرئيس الجمهورية للمرحب ومبادرات الشباب لإظهار المسألة القدولين في كل المحافظات ودي المبادرة فنية معانا موهبة من صوت الناس تحكم عليه وبرضو بتشجع وتواصل معانا تحت طبعاً احنا في شركة دعاية هي المسؤولة عن المبادرة وبتقدم خدمتها للشباب عن طريق فكرة الإعلان كمان ما ننساش برضو أستاذ عماد إن المبادرة دي أول من نوهة عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فكل الشكر لسيادتك إنك بتحاول دائماً تبص للشباب بنظرة إحنا ما كناش وغدين عليها قبل كده شكراً لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إن دايماً بيحاول يكتشف الشباب بيحطوهم في أماكن عشان هم الجيل القادم هم اللي هيشيلوا البلد بعد كده فدي حاجة طبعاً نفتخر بها إن احنا نتلقى عندنا قيادة حكيمة رشيدة دائماً بتحاول توصل الشباب لأماكنهم المتميزة دائماً اللي بدعموا مؤسسات الدولة اللي بيقفوا جنب المحنة اللي موجودة فيها وإحنا كشباب وفي مجال الإعلام وفي مجال السياحة الداخلية بننشط وبنقف مع الدولة مع طبعاً الإجراءات الاحترازية اللي موجودة دلوقتي في الظرف اللي احنا فيه رفع الله عننا البلاء بنرحب برجال الأعمال في كل المجالات لتدعم مؤسسات الدولة وإحنا بنظهر المسأل القدوة لهم في كاميرا وبرنامج ملوك صنوع الجمال تحت رعاية افتخر بنفسك وبعملك افتخر بنفسك وبعملك افتخر دائماً بنفسك إنت حد مش عادي هتوصل كمل حاول جرب مش هتخسر حاجة بس ما توقفش خد طريقك للنهاية دائماً خليك بوصص لقدام عندك ثقة دائماً في الله سبحانه وتعالى إنك هتنجح كلنا بدأنا من الصفر ووصلنا بفضل الله لحد ما ظهرنا قدامكم هنا في قناة متميزة دائماً زي قناة الصحة والجمال كمان احنا المبادرة بتزايع وتبسع أستاذ عماد على أكثر من قناة فضائية بالتدعم طبعاً من زماننا الإعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال اللي معانا أستاذ عماد حابب تقول إيه لجمهورنا طبعاً بتوجه لكل المشتركين كمسابية ملوك صنوع الجمال المسابقة إن شاء الله ستزاع على قناة الصحة والجمال 15-9 عاملين إيفنت للمتسابقين في نايل بورتو بتبع قوات مسلحة على كورنيش النيل في المانيال إن شاء الله من 12 ظهراً ل7 مساء لمشتركين المسابقة موجودين على صفحات السوشيال ميديا وممكن لو تطلب من الإعداد ينزلنا صور المتسابقين برضو يكون معانا أكيد طبعاً أنا بطلب من الإعداد ينزلنا صور المتسابقين معانا في المسابقة إن شاء الله يوم ترفيه اللي عايز يتواصل معانا يتواصل هو للتواصل طبعاً رقمها موجودة على الشاشة عاملين فكرة بسيطة في مجال التجميل تحت عاية المبادرة التجميلية كوافير وافتخر زي ما قلنا المبادرة بتاعتنا شاملة كل المواهب هي شاملة كل حاجة هي مش مجرد كوافيره بس هي تجميلية صناعية احترافية أي مجال حضرتك شايف نفسك فيه تقدر تقدم زي ما قلنا إحنا كثير مبادرة فيه القسم التجميلي مسؤول عنه فيه القسم الطبي ينضم لنا إعلاميين كل حد بتخصصه أكيد طبعاً يعني بكلمة أولاد البلد نحن نقول فقرة أولاد البلد أولاد البلد لكل أولاد البلد إن كل حد بتخصصه يقدر يقدم النهضة في المهنته في الحرفيته إعلامياً ومهنياً وتدميلياً ورياضياً بدعم طبعاً التيمين إحنا بنكونه إن شاء الله أكيد طبعاً بشرف لنا يا أستاذ عماد نرجع تاني للأستاذ محمود عيد حابب تسمعنا حاجة طبعاً باين عليك تعال خدني يا نور العين في دنيا احنا اللي اتنين انت الحياة كلها قلب اللي بيحبها يا حبيبي أنا مش هنساك أنا جنبك يا أحلى ملاك تناديني تلاقيني جنبك من أرضا أنا عمري ملكك يا حبيبي صدقني بحبك يا حبيبي صدقني بحبك طبعاً الأستاذ محمود صوتك صراحة صوتك جميل وبنتمنى لك التوفيق في حياتك إن شاء الله بإذن الله أستاذ عماد كلمة حابب تقولها الجمهورنا بتوجه لشباب مبادرة افتخذ بنفسك وبعملك على مستوى المحافظات اللي متواجدين معايا متواصلين مع التيم من نزو ثلاث سنوات لتفعيل مبادرة التجميلية كوافير وافتخر اللي هي بتنضم تحت المبادرة الكبيرة اللي احنا إن شاء الله هنظهر بيها إعلامياً وصحفياً بإذن الله على كورونيش النيل سبعة تسعة اللي حابب توصل معنا أركام موجودة على الشاشة وإن شاء الله بنرحب بكل المجالات الفنية والرياضية المسأل والقد واليهم في مصرنا الحبيبة اللي رفعت إن شاء الله شباب مصر قادرة الفترة اللي جاية دي تنقف مع مؤسسات الدولة كل حد بتخصصه ونرفع تحيا مصر تحيا مصر رفعتنا اسماً وقولاً فعلاً الحمد لله يا فأنتم حبيت النهاردة أعمل مشارك أحيي حضرتك وديوفك الكرام ده شرف لنا يا فأنتم وحييك ربنا يا خليك يا أستاذ أحمد وحييك على المبادرات الجميلة اللي انت بتعملها لمساندة الدولة في حل المساكل المجتمعية أستاذ أحمد قال على المبادرات اللي هي بتحاول إن هي تتاند الشباب المجتمع اللي هو تخليك واصل في نفسك لو اشتغلت على نفسك في أي مهنة حتى لو خبرتك فيها قليلة اشتغل على نفسك هتنجح صحيح نسع ورح حلمك وكمل سجل نجاح طبعاً أي حد هيشتغل على نفسك في أي مهنة مدام حبيبها وعايز تكمل فيها لو اشتغلت على نفسك هتكمل فيها وهتنجح فيها طب قلت حبيب أسألك سؤال يا أستاذة مروة إيه رأيك في الصوت اللي معانا النهاردة بما إن حضرتك من المشاهدين والله هو صوته حلو بس محتاج شغل يعني محتاج إنه يتدرف محتاج يعرف المقامنة أكيد محتاج يروح مكان يعرفه الصلوع إزاي والنزول إزاي يشتغل على نفسه أكتر ما يؤفش ايوة لو هو خامس صوته حلوة تمام بس محتاج إنه هو يشتغل على نفسه الفترة الجاية عسان يبقى أحسن كمان أكيد يا فندم أكيد أنه قد ينزل نشتغل شغل عادي زي كل الناس اللي بتطلع دلوقتي دي ناس أصواتها حلوة خالص بس بتؤدي بس هو صوته حلو بسراحة يعني بس هو محتاج إنه يتدرب أكتر ويشتغل أكتر هي الفترة طبعا أستاذ أحمد نحن نقدم هو توصل معنا وصوته وصل فعلا أكيد يا فندم وهو قطع نص الطريق كمان يعني هو ياخد خطوة زي دي هو قطع نص الطريق هو كمل هو موقفش هو يشتغل على نفسه هو إن شاء الله هيتقدم فده شيء جميل وطبعا مسال يحتزى به ونفتخر بإني شاب وابن من أبناء مصر إن هو بيحاول يوصل وبيسعى وكل ده كل ده بيحسب ليه أستاذ عمدوان ليه رأي حضرتك يعني أنا بقول لحضرتك بإحنا نسيل التصارك طبعا أستاذ أمرو اتفضلي فندم إحنا بنقول تلات سنين بنحاول نفعل مبادرة شبابية يعني تواصلت أو يعني تم تفعيل المبادرة تجميلية تخص مجال عملي وبعد كده توصلنا مع حضرتك وتوصلنا مع عاتين عمل تاني كل حد بتخصصه بنحاول نقدم صورة مشرفة للمبادرة كل مجال بتخصصه مهنيا وحرفيا طبعا نمازج مشرفة زي الأستاذ محمود المتواجد معنا الآن فده نموذج مشرف للمواهب الغنائية أو أي كان المجال فطبعا أنا بفتخر دائما من أستاذ عمدوان البلد لأن طبعا أولاد البلد وكل أولاد البلد فأنا بفتخر دائما بالشاب اللي ما بيقفش اللي بيحاول يكمل اسعى ما تقفش اسعى ورا حلمك وكمل أكيد طبعا ولكل مجتهد النصيب كلمة حابب توجهها يا أستاذ محمود لمتابعينك وأصدقائك وحبابك من خلال مبادرتنا الجميلة دي فضل أنا بشكر كل الحضرين ما أعطوا عند الوهدي وأصدقائي اللي بيسمعوني وده شرف كبير دليا لأنا أطلع مع حضرزك ومعرش إن شاء الله خير عن طريق مبادرة شباب وفكر جديد وفجأتنا النهاردة طبعا صديقي الإعلامي أحمد ماهر بنوعد المشاهدين والمشتركين المبادرة بتاعتنا إن شاء الله تفعيل على أرض الواقع في كل المجالات هيبقى لنا بلكيشن قريب هيبقى لنا حاجات إن شاء الله تخدم فكرة المبادرة أه طبعا تمام تفضل يا أستاذ عمد المثابة التجميل بكل تخصصاتها ملكة الميكوب عشرين عشرين ملكة البروتين عشرين عشرين طبعا تحت اسم ملوك صناع الجمال كمبادرة تجميلية الكوافر الرجال اللي بتخصصه حاجة اسمها مودرن وكلاسيك وأب نورمل بنظر للشباب اللي هو مصدق نفسه بشغله يجي يعرضوا في قناة الصحة والجمال بشكل اللي إن شاء الله هتشوفوه مختلف ووعد المشترك المسابقة اللي هما من زمالي في مجال التجميل هتشوفو حاجة جديدة الأول مرة في مدينة الإنتاج الإعلامي وعلى قناة تلفزيونية مسابقة فريدة من نوحها بشكل احترافي شبابي تحت قيادة تم قناة الصحة والجمال أنا بشكر كل المسلم الموجودين وأنا من خلال البرنامج برضو بتوجه بالشكر للقناة والإعداد الجميل وكل ما اللي وقفين خلف الكاميرات وفي الاستوديو عشان يطلعونا صورة جميلة بالشكل ده وحاجة مشارفة صراحة عشان كده انتظرونا في المسابقة المسابقة التجميل المبادرة التجميلية إن شاء الله حاجة تشرف مهنة الكوفير والتجميل في مصر اللي هي فكر شبابي طبعا طبعا وكمان ما ننساش المدير التصوير اللي هو بيحاول يطلع لنا صورة جميلة بالشكل ده والمخرج العالمي طبعا ما ننساهوش صورة مشارفة فعلا قناة الصحة الجمال بنفتخر لنا عن قدم فيها مسابقة بدعم كل الروابط بأسماءها ربطة الجيزة ربطة القاهرة ربطة طنطل أنا بتكلم عن مجال التجميل اللي هو عامل المسابقة فبشكر كل الأسماء الكائنات اللي موجودة الشعب التجارية كل حد باسمه في مجال التجميل هيتوجه له دعوة طبعا ونشرق بيه يكون موجود مش الحالات كمان فكرة البرنامج يا أستاذ إعماد واسف أن أنا بقطعك كمان فكرة البرنامج فكرة جديدة من نوحها أول مرة تشوفوها أول مرة نشوف حد بيحاول يسعى أن هو يوصل صوت الشباب والمسابقة دي هي مسابقة مجال التجميل صورة مشرفة للمجال التجميل أكيد طبعاً يا أستاذ عماد هي صورة مشرفة لمجال التجميل ولكل المجالات مش مجال واحد بس لأن معنا كل المجالات ما هو التخصص في المسابقة عشان احنا موجودين على كناة الصحة والجمال وبقى اسماً وقولاً وفعلاً صناعة الجمال في مجال التجميل في المسابقة دي حتشوفها بشكل مختلف 15-9 في الصحة والجمال في الصحة والجمال إن شاء الله يا فاندم في الصحة والجمال كمان معنا كمان أستاذ محمود حابب تسمعنا حاجة تانية؟ طبعاً بموت جوايا وببكى على حالي وأحزاني اللي جيالي خلاص ضيعت من إيدي ووقت الأسوى كماني ونزلت موعي سألاني أي طاوت بمين تاني هموت لو راح ولا أسامع ولا أراضي وأقول له أموت يقول عاد وبيحسسني بزنوبي وبيفكرني بالماضي ولو يديني فرصة كمان هيرجع قلبي زي زمان ولولو سماع حلو جميل جداً حابب تقول إيه للقائمين على المسابقة أستاذ محمود لأنك أنت قدمت من خلالنا عشان تظهر على الهواء حابب تقول إيه أنت وجدت صعوبة في التواصل معنا؟ طبعاً والله أنا أنا طبعاً لما محمد صاحب يكلمني وقال لي أنت هتطلع عبد الشرف كبير طبعاً لأنا أطلع مع حضرتك وأنا ممسوط جداً أنا مع عدري لكم مع أستاذ عماد والله العظيم إن شاء الله يعني إيه إن شاء الله أخير إن شاء الله أخير إن شاء الله أخير طبعاً إزا الأستاذ ماروة اللي اتصرت آآ وشرحت قالت إن هو يشتغل على نفسه ويجتهد إحنا بنعرض الصورة للتواصل معنا وقال ليه صوت ليه حاجة عايز يقدمها في الدولة طبعاً هو محتاج المساندة ومحتاج الدعم من الشباب صوته موجود ومن كل اللي بسمعه فيه مبادرات كتير وبرامل كتير وأفكار كتير بس إحنا بنقدم على السوشيو الميديا عشان موجودين على أرض الواقع عشان إحنا أولاد البلد أكيد يا فهم على مرحل المبادرة طلع معنا رجل الأعمال طلع معنا الحرفي المهني طلع معنا التجميل طلع معنا المطرب طلع معنا لعب طلع معنا يعني وما ننساش كمان برضو يا أستاذ عماد إن معظم الناس بتبص للمسابقات دي على أنا آسف طبعاً إن أنا بقول الكلام ده بس دي حقيقة طبعاً إحنا موجودين على أرض الواقع إن دي فيك مجرد شو بيتعمل على القنوات لا إحنا جبنا لكم مثال إن هو معنا لأستاذ محمود موهبة طبعاً جميلة وصوته رائع وأفصل من صوت حيبقى موجود معنا في الحفلة إن شاء الله يتواصل معنا على رقم التليفون موسابقات تجميل ومسابقة فيه أصوات حنسمعها طبعاً وفيه تصفية كمان إن المفاجأة في المسابقة يا أستاذ عماد إنك هتنجح نفسك بنفسك دي المفاجأة اللي هكون ما فيش حد عندنا هيكون خسران إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سبعة تسعة اللي حابب تواصل معنا مبادرة خير مبادرة الفرحة لملوك صناع الجمال المسأل والقدور للشباب من كل محافظات مصر مش مجرد ملوك صناع الجمال بس ملوك صناع الجمال صناع البهجة صناع الأمل صناع الحياة صناع السرور أنت معنا دائماً كذبان مش خسران كمان أرجع ثاني الضيف الجميل اللي صوته بصراحة زي ما الأستاذة مروى قالت جميل وكويس ومحتاج بس يشتغل على نفسه شوية أستاذ محمود أنت طبعاً بتكمل ما بتقفش دي حاجة كويسة جداً لكنك أنت حاولت توصل لهنا فده في حد ذاته أنت تخطيط مص الطريب حاول تدرس أكتر تراجع نفسك أكتر مش تراجع نفسك إنك ترجع الوع لأ تراجع نفسك إيه اللي ناقصني عشان أكمل إيه اللي ناقصني عشان أتاجه صح عشان ما تخلش يمين أو شمال فده في حد ذاته كويس جداً حابب تسمعنا حاجة؟ إن شاء الله فبير ماشيين في سكتهم مش عارفين طريق بيتهم والسكة معوجة تبقى لولو بسودة وإزاي تعاشر حاد وبن العصول متاد خلوني أمشي شمال في سكة الأندال والندل في عطصان عمال على بطال والدنيا لفت بيه والشر ما لعنيه كمان في مفاجأة في الحلقة حابب أعلن عنها معنا طبعاً في أطفال توصلوا معنا قبل الهواء أستاذ عماد معنا معنا ماهر ومحمد وآدم وعبد الرحمن دي فكرة مميزة طب وملك ودنيا كل دول دخلوا معنا قبل الهواء وحبوا إنهم يشتركوا معنا فأكيد لنا فكرة طبعاً مميزة في ملوك صنوع الجمال سابس حلقاته لنا فكرة مميزة فكرة الإدايات اللي حابب يتواصل معنا فكرة الإدايات فكرة مميزة طبعاً موجودة تمام قبل نهاية الحلقة حابب أتوجه طبعاً بخلص الشكر للتيم العظيم قناة الصحة والجمال خلف الكاميرات ومدير التصوير مخرجنا الجميل أستاذ محمود كلمة شكر قبل نهاية الحلقة وقبل ما نختم الحلقة حابب توجهها مني بفضل أنا بشكر كل اللي مشرفيني واللي سمعيني وبعدني شكر لأستاذ أحمد والفضل ربنا سبحانه وتعالى تمام تسلم تسلم وفي النهاية أعزائي المشاهدين انتظروني في أقوى برنامج توكشو قريباً شكراً لكم بحفظ الله وأمني ورعايته مع السلامة